اشتركوا في القناة 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 تبقى كهرباء في نفس الوقت فيها ميموري فرش جلد مع علامة الارلين دواسات من الستالي ستيل بقيت ارلين على الجسم الخارجي عشان يميز الفئة دي مصابيح ماتريكس اي دي الزاكية وديه طبعا من احسن انواع اللدات او من احسن انواع المصابيح على مستوى العالم وديه شوية كده ممكن اكلمك عليها في اللايف الجاي اللي اعمله عشان اقدر اوضح للناس الامكانيات بتاعة الابشن ده بالزبط سافل بانوراما ذاكرة على وضعية المراية الخارجية مساحات امامية قاب وديه برضو كويسة جدا جنود رياضية مقاس 19 بوصة طبعا نسخة الارلين دي مش كلها يروح لها لان برضو فرق السعر الى حد ما مش بسيط يعني تتكلم ما بين خمسمائة وستين الف لستمائة وتلاتين الف فرق تقريبا بتتكلم في سبعين الف جنيه يعني مش فرق قليل لكن في نفس الوقت يمكن مش كل الناس الابشنز داي في الامعام قوي انا شايف الصراحة ان الفائل الاولى قيمة مقابل سعر كويسة جدا بتقدم امكانيات وامان كويس جدا وسبات واسم عربية محترم من براند كبير جدا طبعا على مستوى العالم بالسعر دا تقريبا كان كل الموصفات العربية طب نتكلم بقى مميزات وعيوب العربية من نوجة نظري اول طبعا حاجة من مميزات هي اداء العربية قوي جدا مع المطور اللي موجود دلوقتي على كل مجموعة فولكسفاجن زي التجوان والسيات الاتكا والسيات التراكو والسكودال كوديك والسكودال كاروك ودبا دات كل العربيات اللي نازل من مجموعة فولكسفاجن نازل بنفس المطور ونفس الفتيس دا اه اثبتوا اعتمديتهم بس الى ح منك ان هنا عشان الفتيس اصلا ويت فما فيش منه اي مشاكل ان شاء الله تقابل الناس دا كان بالنسبة الاداء العربية برضو من بين المميزات اللي انا شايفها الصراحة قوية جدا هو ان العربية بتيجي بشوية اوبشنز كويسة جدا قدام السعر اللي بتقدمه وفي نفس الوقت جاية باسم زي براند الفولكسفاجن والتجوان اصلا موجودة في مصر من قديم الازل لذلك فهي اصلا ثابتة وجودة في السوق المصري وثابتة اعتمديتها وفي نفس الوقت ورضو من ضمن المميزات ان العربية عائلية جدا ومريحة جدا في السفر حتى لو فترات طوية دا كان تقريبا المميزات بتاعة العربية من كل نحية طبعا يوبها يوبها انا شايف في نوجة نظري هي اسعار قطع الغيار والصيانات العالية نسبيا او بالنسبة للمنفسين يعني متقربة بس طبعا انا اتمنى للا اسعار دي تهدى شوية ليه عشان تدي لنفسها فرصة اكبر ان هي تنتشر خاصة ان هي الناس دا اصلا بتسعين محترم فيها سلام لو كمان اسعار الصيانات والقطع الغيار تبقى كويسة اتبع العربية متكاملة من كل النواحي تقريبا دا كان كل حاجة عن العربية هل العربية تنسبك ولا لا دي حاجة طبعا بترجع لك انت انا ريه النصيحة العربية تنسبك لو انت عايزة عربية مريحة تنفعك تقعد معاك كم سنة حلوين من غير ما تتغيرها او من غير ما تفكر في مشاكل مش هتنفعك لو انت واحد عايزة عربية اقتصادية او اعتمادية من الدرجة الاولى ممكن تشوف حاجة تانية او اصلا انت مفهوم تطلعش الفئة السيارة دي هات حاجة اهدى لو انت بتحب تغير كتير دا كان نها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته